موسيقى موسيقى قوة الإقليم أو ما يتميز بالإقليم بعيدا عن القطع الخاص وعن مثلا موارد طبيعية هو الرأسماء البشري وإذا تم الاشتغال على الأسماء البشري كسبنا أو أحدثنا الثروة التي نبحث عنها جميعا يعني أظن على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعدد مناحي الحياة سواء كان ثقافية اجتماعية لا أدري أكاديمية غير ذلك هو المخطط أو الاستراتيجية المحكمة لاستشراف مستقبل يكون بإذن الله يكون متكاملا من حيث ما هو ثقافي وما هو اجتماعي وما هو سياحي وما هو غير ذلك لا أنس على أن الإقليم به كما قلت مقاومات جغرافية من حيث عمقي في التاريخ يعني لدينا زاوية ضاربة في التاريخ من غير المخطوطات التي عمرها يتجاوز المئات من السنين هناك أيضا المآثر والمنحوتات والثروات الطبيعية كما قلت ثروات الطبيعية الواحات والوحيش بتنوعها لكاسيا كذلك من حيث هذا المجال ممتد حضور أيضا الإنسان البدوي والكسب والفلاحة ما يستحق الزيارة بهذا الإقليم ما يستحق أيضا الترويج ما يستحق أيضا تثمين بالإضافة إلى الحضور المكونين الأمازيغي والحساني وهو ما يجعل على أن الإقليم لما لا يكون مزارا لمهرجنات دولية في قادمة المهرجنات السينمائية دولية كذلك من حيث المجال يمنح بلاطوات طبيعية بدون أي تأثيرات أخرى أو تدخل إنساني يعني من حيث وجود الامتداد عندما الامتداد يعني امتداد البصر يكفي أنك تقف على مثلا على مرتفع وترى على أن البصر ما شاء الله أفق كبير وواسع ممتد كذلك حضور مميزات الحياة البدوية والحياة الصحراوية يعني بدون الشمس والتربة ويعني طول النخل يعني طبيعة كذلك عوين تأيتوسا التي بها يعني صبار العسل المحبس كذلك من حيث ترفاس كثار وطبيعية تويزقي من حيث المآثر كما قلت أو المخطوطات من غير ذلك مهم على أن هناك تنوع الحمد لله على مستوى يعني بالعكس الإقليم أيضا كما قلت على أن به ثروة ما زالت عذراء غير مستهلكة بالعكس نحن فقط ننتظر من المتدخلين الأساسيين النظر والالتفات إلى هذه المجالات التي لم تستغل بشكل مطلوب لتشغيل الشباب العاطل لماذا لا؟ وأيضا تحرك عجلة الاقتصاد التي تموت نعرف على أن الإقليم إلى بما فيه هناك أيضا الصيف يشهد حركة نزوح جماعية وهذه أكبر يعني من أكبر الأشياء التي تؤرق بال المتدخلين في الشئ المحلي لماذا لا؟ على أنها بليود تكون بليود صغيرة على أنه نعرف على أن الشركات الكبرى الدولية التي يعني دائما تواقع إلى صنع أفلام والمغامرة وكذا يعني بالصيف في الشمس فضاءات مناسبة والحمد لله كما قلت على أنه ما زال أيضا إضافة إلى الكرم هذه الساكنة وجود يعني الحمد لله أي ضارة قد تنقل عليها وتتغدى وتعشم في آخر المطاف هذه دعوة صريحة صراحة للاتفاف لهذه المجالات التي لا إلى الآن لم تستغل بالوجه المطلوب